الوضع على عبدالفتاح ما كان كاتب وبيقول انه لو جابوا لي احسن دستور واحسن قانون تظاهر انا برضو مش ملتزم بيه في ناس هي كده الجريمة في دمها جيناتكا موضوع الجينات يعني انا في الحلقة بفعت يوم الاربع وانا راجع من شرم الشيخ الناس على عبدالفتاح على عبدالفتاح على عبدالفتاح على عبدالفتاح طب هو يا جماعة الناس تقولك ايه يا جماعة ده ما يسواش يعني طب ما الدولة تسيبه فانا بقول الناس هو الدولة بتاخد قرار اداري بيطلعوا يعني اي حد كده ولا ده حكم قضائي ها صحيح ده حكم قضائي طب ما يعمل نقض استنفس كل مراحل النقض والاستناف ده نهائي طب ده ايه يعني يا جماعة طب هو حمل ايه صحيح الناس نسيت فانا فكرت الناس يوم الاربع مين هو عبدالفتاح عمل ايه بيطالب عمل تنظيم مسلح عشان قتل ضباط الشرطة عمل تنظيم مسلح عشان قتل اولاد ضباط الشرطة عمل تنظيم مسلح عشان قتل وتعذيب امهات ضباط الشرطة ده طالب يا جماعة الولد جبتلكوا التويتات وترجمناها لانه في ناس طلبتها مني مترجمة ترجمناها وبعدها الحمد لله هل عمل استعلامات خارت التويتات وترجمتها بستة لغات ونشروها على اعلى نطاق لكن سؤالي سؤالي بقول للمحامين ما عرفش ينفع اقول لما اقولش لكن مش عندنا محامين دوليين انا عارف عندنا محامين دوليين كبار عندنا محامين دوليين كبار وعندهم مكاتب بر مصر ألا يليق بنا وبكم وبمصر ان احنا نرفع معرفش انا مش فاهم القانونية لكن رفع قضايا في هذه الدول اللي فيها الناس دي يا جماعة احنا لازم نرفع قضايا انا فاكر ممدوح حمزة فكرينو كان في سنة من السنين ايام ايام الرئيس مبارك الله رحمه راح بريطانيا واتكلم كلمتين هلفط بكلمتين كالعادة يعني وقال ده مش عارف محمد ابراهيم سليمان وفتح سرور ومين يا ابراهيم والشاز اللي يمكن يعني قال دول وزكري عزمي قال الله يرحم اللي مات والله يند الصحة اللي حي قال ان هم عايزين الحر او هموتهم وحاجة زي كده كلام يعني ايه كلام زي اللي احنا بنقوله في مصر تسجلت المكالمة هناك وترفع عليها تقبض عليه هناك انت عايز تحرق كذا ومسؤولين لغاية تمراح الدكتور فتح سرور مش فاكر مين يعني شهدوا شهادة فتم الافراج عنه بريطانيا دي بقى اللي مسكت منذو حمزة وسجنته عشان قال كلمة حر ابعتوا لهم يا جماعة وابعتوا للسفير البريطاني في القاهرة وابعتوا ليه الحكومة البريطانية ومجلس سعود البريطاني ترجمة باللغة الانجليزية للي قالوا على عبد الفتاح في التويتات بتاعته قال في التويتات بتاعته اقتل واضرب واشرب مندم مين واعمل مين دا يا جماعة دي رشاد اقتلو ومش عافية اقتلو قطاعه حنجرته يا جماعة قال هذا الكلام دا حض على القتل وحض على التخريب وده عنف مين بيدافع عنه انا بقول بشكل واضح انا هكاد اجن من هؤلاء الاوجاد اللي بيدافعوا عن علاء عبد الفتاح وبيقول لك ما عملش حاجة فكرة الافراج عنه مش الافراج عنه ابنه عنه تواحد دي قصة تانية انسانية انا بكلم هل هو مزنب ولا مش مزنب هل هو يستحق السجن ولا لا هو دا السؤال هو مزنب قولا واحدا والحكم عنوان الحقيقة وما بين ايدينا من اقوال وافعال لعناء عبد الفتاح بتؤكد هذا فكرة الافراج من العفو دي قصة تانية انا بتكلم السؤال الاساسي اللي كل واحد يسأله نفسه الراجل دا سوي ولا غير سوي مجرم ولا غير مجرم اطلع اخته تقول لك دا جنحة جنحة انتي تقبالي ها تقبل طبعا هي تقبل طبعا يعني انا عايز افهم وام اللي متعلمها في بريطانيا ولا موردها في بريطانيا ازاي تسيب ابنك يكتب يقول عايزين نقتل الناس ونعمل تنظيم عسكري ما طلعتين تقوله ايه بيا وارد ايه ما وكتبتش رد عليه ليه لا بعد ما يتسجل والدولة تاخد اجراءات القرنية نطلع نقول عليه انه هو مزنب ولا مش مزنب لا دا عنده ابن عيان لا يا غناء في ايه اشتركوا في القناة